بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جزى الله عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خير ما جزى نبيا عن أمته وآل محمد وصحبه وسلم ربنا تسليما كثيرا إخواننا المستمعين والمشاهدين الكرام أخواتنا المتابعات والمشاهدات والمستمعات الكريمات حياكم الله جميعا السلام عليكم ورحمة الله والبركات نسأل الله لنا ولأمتنا تفرج الكربات يا مجيب الدعوات آمين عليك بأعدائنا أجمعين الماكرين بمسر نبينا أعينا فيهم آيات قدرتك بأيدينا وأيدي المؤمنين يا رب العالمين آمين وبعد فمرحبا بكم في مفتتح حلقة جديدة من برنامجنا برنامجكم دين ودنيا دواما نسأل مولانا صلاح الدين والدنيا وصلاح الدنيا بهذا الدين وبعد عنوان هذه الحلقة عدي أو عذي قاهر المعتدين إن شاء الله صحيح أنه رزق الشهادة بمعنى أنه يعني جيش بأكمله عرم رمي قتل واحدا ظل يطلق النار حتى آخر نفس من أنفاسه وجيش المرعوبين من فرد أعزل يعني ملقى في الطريق جريحا ولما استطاعوا أن يقترب منه بعد أن فارق الدنيا على كل حال في ظلال العنوان نقول كم تعرضت أمتنا لاختلالات تسببت في احتلالات لأوطاننا ولم تستسلم أمتنا فقد رباها قرآنها وعلمها إسلامها أن الحياة مقاومة وأن نرد عدوان المعتدي ولا نستخذي وأن الله ينصر كل من يسعى لحريته وعزة أمته وتحرير مقدساته واستقلال وطنه الاستقلال الحقيقي لا كاستقلالات العرب المزعوم أنها استقلالات أو الدولة الفلسطينية التي يؤيدها لبيد يؤيد حل الدولتين لبيد لو كانت دولة حقيقية يؤيدها لبيد الاستقلال الحقيقي لا الموهوم ولا المتوهم ولا المتخيل والمتصور وإنما الواقعي العملي التنفيذي الكامل وهذه النسخة الفاحشة من الاستعمار التي تدعي أنها ليست استعمارا لإسرائيل يعني نحن ليست استعمار هذا وطننا آها ليس وطنكم هذا وطن الإسلام والمسلمين مذ كتب الله لهذه الأمة أن ترث الأرض منذ فجر الخليقة منذ ما قبل فجر الخليقة هذه الأرض الصالحون هم أصحابها أنتم المفسدون في الأرض والصالحون هم أمة القرآن ورسول الإسلام العظيم محمد صلى الله عليه وسلم هذه لأمته لكن عرفتم كيف تلعبوا اللعبة وتنصبوا من آه الخلاصة وإنما تنفيذ لوعد الرب تدعون الرب يعطي المقدسات بالكفرة بالرب من متطاورين على الرب يعطيهم أرض القداسة والمقدسات هذا الاستعمار يا مويا وما الذي في كتبهم من هذه المزاعم إلا ما كتبت أيديهم فقام شباب فلسطين يدفعون عن أمتهم خطر هذا السرطان وليس عن وطنهم فحسب والله لو استقرت أقدام المجرمين في فلسطين لم تدوا شمالا جنوبا شرقا ثلاث جهات لم تدوا فيها لكن من فضل الله خرج لهم الشباب في فلسطين والمؤمنون في فلسطين يقارعونهم يقاومونهم يقلقونهم ويقلقلون وجودهم إن شاء الله تعالى وما الذي في كتبهم إلا ما كتبت أيديهم فقام شباب فلسطين يدفعون عن أمتهم خطر هذا السرطان وليس عن وطنهم فحسب والله لو استقرت الأمور لهؤلاء المجرمين ليسحفن على سواه من الأوطان العربية ولكن الله قدر إن يكون هذا الشعب القوي الجلد المقاوم ردا لأمته وطليعة لشعبه وأن يكون أمثال يعني من هؤلاء الشباب أمثال عدي وغيره طبعا يعني مئات من الشهداء قدموا أنفسهم فداء لدينهم ولمقدساتهم ولأوطانهم ولحرية شعوبهم أمثال عدي طليعة طليعة هذا الشاب هذا الفتى هذا الرجل ما شاء الله ومقدمه المقدمة مقدمة المقدمة مقدمه أي هذا الشعب يعني عدي مقدم هذا الشعب ومقدمة المقدمة لأفواج إن شاء الله تتلوه تترى فوج تلو فوج إن شاء الله تعالى من المقاومين والشهداء في مقارعتكم ورأس طابور الجهاد ومثلا يحتذا في المقاومة فامضي إلى ربك يا عدي سعيدا مطمئنا والركب من الشهداء ماض على طريقك حتى يتحرر الوطن بالكامل وسلام عليك وعلى شعبنا ووطننا وأمتنا ورحمة الله وبركاته وتقبل الله عديا عديا قاهر المعتدين وسلام عليك يا عدي في ظلال آية قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ختام سورة النحل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله نحل ختامها ما سمعت إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وسورة النحل سورة المحسنين قلناها من قبل ونعيدها الآن لتترسخ في الذهن مليانة إحسان محسنين وبالواردين أول السورة وختام السورة كلمة محسنون نقطة انتهت السورة بالإحسان فهي سورة الإحسان بلا منازع والنحل مملكة أحسنت صنعتها بأمر ربها الذي وضع فيها هذه الخاصية هذه الغريزة يقول ما شئت تعطينا العسل من ملايين الزهرات حتى تشكل لنا هذا الغذاء الشافعي بأمر الله الملاحظة الأولى النسق بين فاتحة سورة النحل وختامها أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الخلاصة إذن بدء النحل تسبيع وبدء الإسراء تاليتها تسبيع الملاحظة الثانية النسق ما بين ختام النحل هو الإسراء إن الله مع الذين اتقوا ولذلك كانت رحلة الإسراء تسرية عن النبي صلى الله عليه وسلم وما يلاقي من قومه من عنة العرب ليش يا عرب أعظم الرسل أكرم الرسل جاء لينهض بكم لماذا تقاومونه كواقعك الحال العرب هم العرب يقاومون الإسلام قديما والآن سبحانك نفس العقلية العربية بس أول كان عن تياسر الآن عن عمالة الأول كانوا مليس عقولهم مشطبة جاهلية وعصبية الآن عمالة على المكشوف لا نريد الإسلام نقطة إرادة المعلم برا وتنفيذ القوى العلمانية والقوى الاشتراكية والشيوعية والمئة صفة ومئة مئة لون ومنفذين متطوعين ما شاء الله إيه 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 إذن سبحان في أول النحل وسبحان في أول إسراء الملاحظة الثالثة آية ختام السورة ثمان كلمات والسورة تدور على محور الرقم ستة عشر النحل سور الرقم ستة عشر وآياتها ستة عشر ضرب نص ستة عشر مئة وثمانية وعشرين هذا هو وحروف آية الختام اثنين وثلاثين حرف ثمانية في أربعة عدد كلمات آية الختام ثمانية مش موضوعنا كل هذا الكلام أهم معنا ودرس من الآية التقوى مع الإحسان مجلبة لمعية الرحمن الإله العظيم سبحانه تقوى مو مع تشنج مع تشدد مع غلو مع تطرف لا آه إن الله مع الذين تقوا والذين هم محسنون مو تعطي بتقواك صورة منفرة صورة مشوهة هذا مو تدير أبويا تقعطي صورة جميلة عن إسلامك الجميل العظيم إخواني يعني قد يعكس بعض المتصوفة بعض المتشددين من المتسلفة بعض المنغلقين بعض التوع المظاهر المنفرة بعض المنافقين لفات منافقين موجود بيعطوا عن الإسلام كلها النماذج صورة سيئة مش الإسلام هذا الإسلام أجمل ما في الكون والقرآن أعظم كتاب في الوجود إذا واحد مأجور أم يقول لك اللي بيعملوا الراجل دا تمام التمام حر أنت بعض دينك أنت حر بتلاقي ختام عند ربك أنت مسؤول عنه إذن أهم الدروس في كلمتين وإذا كان الله معك كما يقول شيخنا النابلسي فمن عليك إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فإذا كان الله معك عبارة النابلسي المترددة أكرمه الله على لسانه دائما فمن عليك لا أحد نختم بما قال صاحب الضلال كلمتين العاقبة معروفة إن الله مع الذين اتقوا ومن كان الله معه فلا عليه ممن يكيدون وممن يمكرون ما قتلوا سيد رزق الشهادة إن شاء الله هذا إن شاء الله مع حمز المشركين قتلوا يبقى تخلى الله عنه لا رفعه إلى أعلى مرتبة بعد النبيين والصديقين والشهداء النبيين والصديقين والشهداء إذن هذا شرف حازه وفخر ومجد عند الله ناله يا السلام ومن كان الله معه فلا عليه ممن يكيدون ومن يمكرون هذا هو دستور الدعوة إلى الله كما رسمه الله والنصر مرهون باتباعه كما وعد الله ومن أصدق من الله لا أحد إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ما قلناش حاجات فكر لوحدك مستشعر هذه المعية وحدك وعش هذه المعية بينك وبين ربك إن شاء الله رسالة إلى الأسرى الإخوة الكرام الأسرى الأخوات الكريمات الأسيرات الإخوة والأخوات أهل الأسرى والأسيرات السلام عليكم ورحمة الله والبركات أما بعد فأنتم نخبة مجتمعكم بل طليعة أمتكم وأنتم أمل شعبكم ولأنكم كذلك ولأنكم مشعلوا المقاومة ومشعلوا المقاومة فإن العدو يحتجزكم حتى لا تنتقل الشرارة منكم إلى بيدر السكون العربي فتشعل العزائم وتنتهي الهزائم هذا قصد عدوكم من أسركم وفي المقابل أنتم تشكلون مجتمعا طليعيا أو طلائعيا بنفوسكم المترفعة عن الصغائر والسفاسف فأنتم قدمتم لدينكم ووطنكم زهرة عمركم ومن كان كذلك فهو كالشمع يضيء ويذوب ليضيء ليضيء ماذا ليضيء الدروب ويحرر الشعوب ولأنكم مجتمع كما وصفته طليعي فحولوه إلى حديقة غناء من التعليم والدروس وكونوا كما قال الشاعر سموا الخياط مع الأحباب ميدان سموا الخياط خرم الإبرة مع الأحباب ميدان لكن مع من لا تحب لو أنت في ملعب بلدي تضيق أنفاسك ببعض الناس الخلاصة إذن حولوا هذا ميدان للدعوة والتربية والتعليم ونشر التقافة وتبادل الدروس والخبرات سلام الله عليكم وجعل الله السجن عليكم بردا وسلاما كما جعل النار على إبراهيم بردا وسلاما وسلام عليكم وعلى أهليكم مرة أخرى ومرات رسالة إلى الإخوة الأحبة أهل مدينة خليل الرحمن عليه السلام الإخوة الكرام والأهل الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته وبعد فأي شرف خصصتم به أن تكون مدينتكم تحتضن أبا الأنبياء خليل الرحمن لنبينا من سلالته ومن نسله شرف على شرف وبه سميت مدينتكم خليل الرحمن باسمه خليل الرحمن وشرف عظيم آخر أنه ما من عائلة من عائلات الخليل خليل الرحمن إلا وبعتت بعتها إلى الأقصى ما في بيت في الأدس في القدس ما في بيت إلا وفي يعني أسرة من الخليل ما في حي ما في أبدا إلا يكون الخليل فيها نموذج ما سمي عائلات الخليل كريمة نعرفكم عائلة عائلة من فضل الله بدون ما أسمي القدس فيها من كل العائلات سلهب وانتطالع وانتنازل وأبرميل وغيره يعني العائلات الكريمة معروفة بلاش نقعد نعدد في العائلات شرف عظيم أن عائلات الخليل كانت تبعث بعثها إلى الأقصى لحراسته من العوادي فجل عوائل فجل الفدائي والمفتدى أي والله يأنتم تفتدون الأقصى بأن تبعثوا من من أبنائكم إليه جل فعلكم وجل من تفتدون الأقصى وجل الفدائي أبنائكم يفتدون بأنفسهم أسرى محمد صلى الله عليه وسلم فإذن معظم يعني عوائل الخليل فروعها في القدس وجل عوائل الخليل من سلالة صلاح الدين رضي الله عنه برضو من سميش أغلب عائلات الخليل من سلالة البطل صلاح الدين الأيوب ونعم ويشرفنا هذا الانتساب وخليل الرحمن هذه المدينة التي احتضنت الدعوة الإسلامية في القرن العشرين إخواني مدينتكم من أوائل المدن أو المدائن التي في فلسطين تبنت واحتضنت الدعوة الإسلامية بأجنحتها المختلفة متفهمين علي كله موجود في الخليل في القرن العشرين تبنت الدعوة بعد كل هذه القرون من الثبات على الدين في زمن فشت فيه العلمنة والمادية والخليل مدينة محافظة معروف 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 بناتها ملتزمات معروف وقد تشرفت بزيارة مدينتكم الحبيبة سنة ستة وستين أي قبل ستة وخمسين سنة ولقيت من الإكرام ما أشكركم عليه حتى ألقى ربي بعد كل هذا لنا عندكم رجاء وقد زاركم كبير بني صخر من كبار رموزنا وشيوخنا في هذا البلد الطيب الأردن وعما أن بالذات وشيخها ومقدمها وزعيمها العشائري نرجوكم فيما أرجوكم به الآن هو جاءكم بما أرجوكم أنا به الآن وما يأمركم به دينكم من حقن الدماء ومراعاة حق الأخوة ولننتبه لأنفسنا فلا نكون حربا لبعضنا والعدو المتربص بنا ينتظر غفلة منا لينقض على ما تبقى بين أيدينا من الوطن إخواني خليل الرحمن في خطر يا أبويا المرقد هؤلاء مجرمون بدل من ننشغل ببعضنا يا أحباب يا إخواننا يا أهل ننشغل بهذا العدو مقاومة بعضنا مقاتلة أنتم أصحاب العقول الراجعة منكم الرموز برضو لا أسمي كم أفرزت الخليل من القيادات دون ما أسمي تعلمون ما أعلم وزيادة فلنتقلنا في أنفسنا وأرجو أن تصل الكلمات الضعيفة إلى القلوب والعقول وتلقى القبول ولتتجه قوتنا لمقاومة عدونا ويا أهل خليل الرحمن يا أهل النخوة أهلكم في القدس أحوج إليكم وإلى مددكم من أن نريق دم بعضنا سامحون على التقصير في حقكم بارك الله أخوتكم وزادكم شرفا على شرف وقدرا على قدر والسلام عليكم في الوصلة الثانية أقول نكمل لسه الملف بهذه الضخامة وعندي ثلاث كتب سأمر بها ولا ولا حلقتين ولا ثلاثة بالأسبوع يكفي ما أكتب لا يتوقف القلم من فضل الله عن الكتابة والمشاعر عن الجيشان لله الحمد نلتقي في الوصلة الثانية أيها الأحباب كونوا معنا ترجمة نانسي قنقر أخواننا وأخواتنا حياكم الله نواصل الرحلة مع موضوعاتنا الكثيرة بالعشرات والله لكن الله يبارك في الوقت باختصار سحب كتب القرضاوي من السعودية مع أن القرضاوي لم يكن يعجب علماء ذلك البلد لهساطيته واعتداله فيعدونه مفرطا متساهلا ميسرا أكثر من اللازم فلما ألغي الدين سكت المتشددون إذن وصنف القرضاوي بأنه إرهابي وبعض الدول العربية تطالب بسجنه بعد ما مات لأنه إرهابي القرضاوي كان معتدلا رمزا للاعتدال وكنتم تعيبون عليه اعتداله بتكون صير مثلكم ضيق العقل متشنج متشدد منغلق كنتم تعيبون عليه تسامحه وانفتاحه وتيسيره ما تحبون هذا كنتم تيلرسن وش هذا وزير خارجية أمريكا بيتكلم بيقول سنة 2017 كان في تغيير مناهج الدراسة في العالم يعروبي يعني أوعزنا لعرباننا لتابعينا لمن لنا عليهم سطوة وكله كله كله العارم العربي تحت السطوة بلاجم نقول كلمة أخرى المهم وإلا إما ندربهم على الاعتدال والوسطية هم بحبوا الاعتدال ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله باختصار أنا قلت هذا الخبر عشان نعرف أنه من زمان موصع يصبح الدين منزوع الدسم تقوس بلا روع جندي مصري انتقم لمقتل واحد وعشرين فلسطيني شوف كيف كانت الناس شوف كيف قتلوا حرارة الناس يا بويا قتلوها يا شعب يا ناس انتبهوا لما يجري عليكم على نفوسكم وعقولكم وإراداتكم وعزيمكم ومحبتكم لفلسطين عن بيسحبوها من قلوبكم انتبهوا من أمه الجن بسم الله الرحمن الرحيم سامحونهم أنا بخربط قاعد مش دارش بحكي قبل عقود ثلاثة قتل الصهاينة واحد وعشرين فلسطيني فقتل واحد وعشرين اسرائيلي وضرب ثالث آليات ثلاث آليات وعاد إلى مصر بعد إصابته في رأسه وأنجاه الله من القتل يعني لم تكن طلقة قاتلة فسجنته أجهزة مبارك والسادات يعني مبارك أو السادات طبعا السادات قبل مبارك يمكن أن يسجن في عهد هذا وكمل المبارك ما فعل السادات الخلاصة سجنوا اثنى عشر سنة ووصف بأنه أخلاقه رديئة لأنه عنده حس المقاومة وحس التفاعل مع فلسطين إذن أخلاقه ربيش رديئة لابد في الأمم المتحدة اللي قلنا يؤيد حل الدولتين تعليقنا وعرفات وعباس وبرز يؤيدون وربين معهم يؤيدون حل الدولتين لكن هم دولة حقيقية هي إسرائيل ودولة هي الوهم عينه والسراب ذاته يحسبه الضمان ماء حتى إذا جاءه لما جده شيئا هو دولة عرفات هذا الوهم عباس ولو علم لبيد أن هناك دولة حقيقية تمثلها سلطة عباس لما أيدها وأيد داول الفلسطينيين تحت جناحنا تنفذ أوامرنا وتعطينا أخبارا عن شعبها يعني جواسيس عند الصهينا كما كان بعض المخاتير عملاء عند الإنجليز نفس الملة نفس الدرس لكنه يعلم ما هي وأنها مجرد خدعة 883 عملية في الضفة الغربية في شهر سبتمبر أيلول الماضي تبارك الرحمن ومن زايد لزايد مباراة كرة رياضية أم حرب أهلية اندونيسية 129 قتيل و188 جريح في مباراة كرة قدم في أكبر دولة مسلمة هي اندونيشيا اندونيسيا زي بعضهم 200 قتيل تقريبا يعني 188 جريح حيكون طلع منهم على أقل خمسين بيكملوا على الميتين قتيل قتل الفلسطينيين دفاع عن النفس الصهاينة أنا قتلت الفلسطينيين دفاعا عن نفسي السلام والعلم بقول آمين أوكي سير أه ومقاومة المحتلين إرهاب حتى الأعراب بيسموا المقاومة إرهاب لك شي بفلق الكبد يا شباب يا ناس متى تستقيم الموازين أخطر خذلان للنفس أننا نصف ونصنف أنفسنا بالإرهابيين خاصة وصف الإسلاميين كل إسلامي إرهابي كل إرهابي إسلامي من تعاسة حال العالم العربي أننا لا نصف عدونا بهذا الوصف الغبي الإرهابي الذي ننعث به أنفسنا وإخواننا قلنا له يا دولة الله ولا إيه غزة الإرهاب 60 نيلة إن شاء الله البحر يقول غزة ما يخليش منها ولا عد شو الحقد أنا مش فاهم الغرب أوكرانيا والعرب وفلسطين بهمش خلينا نكرر الكلام ما كررناهوش دول غرب كل دولة من مذهب مثل ما يقول الأرثدوكس بروتستاند والبروتستاند 100 ملة والأرثدوكس 100 ملة والكاثوليك 100 ملة يعني مئات تفاريع من المذاهب المسيحية ومع هذا يقولون سنواصل دعم أوكرانيا والوقوف إلى جانبها مهما كلف الثمن ومهما طال الزمن فهل قال العرب لفلسطين كلمة تشرح الصدر وتجبر الخاطر وتدعم الموقف وتعزز الصمود وتقوّل همم وهم مذهب واحد ودين واحد وعرق قومي واحد ووطن واحد وكتاب واحد وماقف متخاذلة مشتتة مش واحد لأنه يأتمرون بأمر ساداتهم مختصر الكلام فلماذا وما السر مفهومة وإلى متى يا أذن ربك عاد إلى متى بايدن لا يوجد إطار الزمني لاستمرار الدعم لأوكرانيا سندعم أوكرانيا بلا سقف زمني إن شاء الله تستمر 20 سنة 50 سنة ناطق أمريكي سنواصل بذل الأخصى ما في وسعنا لبقاء أوكرانيا قوية في مواجهة روسيا يا عربان يا أخي تعلموا نحن نتعلم من أشكالك مش مني أنا من أمريكا موقفة من أوكرانيا مش مني أنا العفو من نحن حتى نخاطب ساداتنا مو بهالمقام نحن أبو مستشار ألمانيا بيقول تعرفوا شولتس ارتفاع أسعار الغاز لا يمكن أن تحتمل تضحك ليش تضحك على حالي هذي كلمات ألمانيا أم الصناعات الهائلة مرسدس والأود والفلقسباق وما تعدش ما تعدش والاقتصاد المتين والنظام السياسي الانتخابي الحقيقي اللي أعلم نعرفهوش والرئاسة الكافؤة ومدام بيطلعوا الانتخاب بيطلعوا أحسن الموجود إحنا بيفرض علينا من بالبراشوت من لا نعلم فجأة مطلع انقلاب وأيدوا العراب وماهم وصار شرعي مست انقلاب فماذا يقول المواطن العربي في عالم لا صناعة فيه ولا عدالة فيه ولا انتخاب ولا تعيين حسب الكفاءات بتلاقي اللي تعين وراكب خمسين درجة قال الشيخ هذا إليه ظهر أنت مالكش ظهر بسم الله الرحمن الرحيم يعني فقط الكرشا ما قايف الله منعرف أنا مالي أنا مالي وكل سلعة كتب على غلافها خمسة عشر بالمية أف ما أنه ربنا قال ولا تقول لهم أف أف يعني شفطناه من العبوة يا أخ الأعراب آها إذن أنت رفعت علي السعر بتنقيص وزن السلعة فرفعت علي السعر خمسة عشر بالمية يعني أنهم بدوا رفع السعر أنقصوا كمية المحتوى من السلع المختلفة هذا النقص سوى رفع السعر يعني أننا نستطيع القول أن سعر زاد بمقدار خمسة وعشرين في المية يا فرح دي المواطن زغرت يا أم المواطن أم المواطن من يقف إلى جانب المواطن العربي الغلبان المطحون المضيع ويو 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 والله الذي بلا حاضر ولا مستقبل ولا ظهر ولا سند ولا استنخابات نحن نعرفهاش لاستنخاباتها في الحزبة الوسيط الأمريكي في ترسيم الحدود بين لبنان ودولة العدوان يوصي لبنان بقبول ترسيم الحدود الذي ترتضيه إسرائيل اقبل ما ترتضيه إسرائيل واضح الكلام يسر يسر دون تحفظات أوصيط هو أم محام دفاع عن مصالح ومطامع إسرائيل عموه الأعراب بداف عن إسرائيل بدأش أمريكا داف عن إسرائيل أوليها باسط أمريكا وبشار وصدام حسين بسم الله الرحمن الرحيم وتعدد الموازين من أعمدة السياسة الأمريكية ومن أهدافها كما زعم رعاية حقوق الإنسان فردا أو جماعات أو أعراقا وأجناسا وقوميات أيا كانوا وأينما كانوا أمريكا بتترفع الضيم عن الإنسان أقلية كان أقلية مذهبية أو أقلية قومية أو شو مكان إحنا بنحب حقوق الإنسان يا سلام هذا الزعم تتدرع وتتذرع به أمريكا حين تريد أن تهاجم بلدا لتحتل له أو لتغير نظام الحكم فيه لأنه لا يوافق هواها مثل نظام صدام وعندما غزت العراق بقوة تفوق ما لدى العراق بمئة مرة على الأقل بررت الغزو بأن صدام لا يراعي حقوق الإنسان هذا خشن الرجل يعني ما يراعي لطفل لامرأة وبعدين يظلم الشيعة يا أخي مو معقولة أخوش عشي هذا لا يراعي حقوق الإنسان بالنسبة للشيعة والأكراد فاحتلت العراق ودمرت قدراته وفتتت نسيجه الاجتماعي والسياسي ومكنت للشيعة وعدمت صدام وخرجت والعراق فوضى وحتى الآن بعد أكثر من ربع قرن وربما ربع قرن مقادم ظل الفوضى عارمة لاحظ لما انتخبوا رئيس بهدل واعتصامات وقتلوا جرحا فوضى فوضى بلا حدود بويا هذا اللي تريده أمريكا خوش عشي مهم سقطوا صدام هل فعل صدام ما فعل بشار التي دمر سوريا وهجر خمستاشر مليون لك يا أخي خمستاشر مليون البحر بلع لما شبع من السوريين قوليك مخيماتهم تحت التلش تنهد فوق راسهم حاسبوشي قالولوشي ما حكوا معو لشو تحبولك يا أخي الحب من الله يا عمو الحب من الله فعلا ولم توجه له أمريكا رسالة عتاب ولا توبيخا ولا تنبيها ولا فرقة أذن مع أنه من أزلام إيران التي هي نظريا العدو الأول لأمريكا وأمريكا العدو الأول لها الأمريكا العدو الأول لإيران وذوق يا مزيكا أنت وأمريكا إذن أمريكا وصدام وبشار واستمع وقرأ ما يقول ساحر السياسة الأمريكية أو حاويها أو مشعوذها أو مسيحها الدجال هنري كيسينجر حنعرف بكتابه الوصلة الجاية إن شاء الله تبرير عدم التعاطي مع بشار كما تم التعاطي مع صدام بيقول هنري هنري كيسينجر كيسينجر كيس منجر يا عمي خلصني إن تباين مواخف الولايات المتحدة الأمريكية أيوة يا مستر بي 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 سينجر مش ما كانت سينجر يا أخي كيسينجر يا أخي لا إله إلا الله المهم حول مدى التزامها بالشأن السوري التي ظلت تتخبط بين تردد ورفض لتدخل عسكري متردد أنا متردد أنا متردد هزيتيتينج لواشنط هزيتيتينج أنا والله ما أنا عارف يمكن مسحور لي من جهة سوريا وبشار جائز خاصة إيران فيها سحر ومشعودين بعرفش الله ما عارف الذي ظلت تتخبط تردد لتدخل عسكري لحل هذا النزاع بعكس هذه الضروريات وقد أعلننا بخصوص هذا الشأن الهدف وراء التنحي بشار قلنا له بشار استقيل يا أخي السلام عليكم وروحنا بينما صدم احتلوا البلد وحشدوا 37 دولة من فيها العربان كلهم جرتوا أمريكا وراها بذنبها ربطتهم بالذنب مشي ورا مشي وراي مشي وراها وذفعوا التمويل تمويل تدمير العراق العرب مولته العرب إحنا شيخ مولناه عشان نرفع الظلم عن العراق بالله قال والله وبعدين مش دمرتوها العراق ولن تقوم لها قائمة قال لحنو نعلم الغيب يا شيخ ولكنت أعلم الغيب لا استكثرتو من الخير لكني لا أعلم الغيب أمه داش علم غيب هذي انتو فاهمين اللعبة ومش أغبياء انتو مش أغبياء نالهبي الهبي المساكين إذن وراء تنحي بشار يعني ما الهدف مش عارفين لكننا لنا المتعهد بتقديم بديل يعني قلنا لبشار يستقيل له استقيل له استقيل ودرناه وجهنا ما استقال فكرناه أنه حيرد عليه مردش شو نسوي صدام احتلته البلد وهذا بس قلت ولبشار قدم استقالتك يا أخي خيوه قدمتها ولما ما قدمتها ضحك له بعض قلتها ما تقدماش ما القناش بديل قام قطعوا الشعب السوري وكلهم هجرتوهم وقد بدأ أننا توقعنا أن الإطاحة بالأسد ستحدث أوتوماتيكلي لحالة بسقوط الأسد مثل حب التوت مستوية ونزلت تبعا للنداء الذي وجهناه قلناه استقيل فكرنا أنه رد علينا ما استقالش وانت بغمزت عيان قلت له استقيل وغمزت عيان الثاني قلت له ما تردش علينا إلى تحقيق الديمقراطية يعني النداء اللي وجهناه سيقدم واشا لتحقيق الديمقراطية بس ما ردش علينا أنه يخرب بيته لكننا الشعب السوري متنوع يعني هذا اللي خلنا طب العراق متنوع أكو أكراد أكو عرب أكو شيعة أكو صابئة أكو ميت ملة بالعراق مثل سوريا معود تضحكوا على مين يا أمريكان يا الله ويشهد العديد من النزاعات القائمة بين الأقليات الدينية العراق أدهى وأمر والعرقين اتقاتل فيما بينه وبالتالي فإن اندلاع حرب أهلية بدن الإرساء الديمقراطية بين إلى مدى كانت أهدافنا مأخوذة على محمل الجد إلى آخره كان من الجلي أنه لم تكن أي من الأقليات العديد المتنازعة في سوريا من أجل بسط نفوذها مستعدة للتقييد بانتخابات يعني شفنا الأقليات مش مستعدة للانتخابات ولذلك ما غيرناش في تركيا مش لا نحب نحب الأسد لا 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 ولكن درسنا ظرف سوريا مختلف عن العراق وقت ما بدكم تصنفوا مختلف وقت ما بدكم تصنفوا مش مختلف وإحنا مثل الهبل مسمع لكم ولم نرغب في إلزام أنفسنا بتوفير التجهيزات العسكرية اللازمة لفرض نظام ديمقراطي يعني أنا شو ملزمني بسوريا طيب شو ملزك على العراق يعني صدام وطني وبشار مو وطني لك الجولان سلموا مو قلنا لكم استضافت الكانويانا قد مرترة الإسرائيلي حاكموني شالوا الثلاث نجام حرموني التقاعد حبسوني الثلاث شعور ما قلنا لكم ياها الإصراء قلنا لكم ياها ما بتسمعونا ولا شو أقول لتدمير العراق وخلع صدام حشدوا سبعة وثلاثين دولة الربيع العربي بدأ من تونس في المرة الأولى ويبدو أنه سيبدأ من تونس مرة أخرى قيس شكرا لك قيس مو تيس لا شاطر قيس بكي مش قليل يبدو ناعم وبسيط لا مش فكر غبي لا ولهم تيس لا قيس 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 وليلة من عند قيس من تونس الربيع العربي بدأ أول مرة وربما يبدأ هذه المرة من نفس تونس يطلع أنه بعزيزي جديد ربما الله أعلم حالة الغضب في تونس وصلت مداها يقول رئيس جبهة الخلاص جبت خلاصة تخوضي وزير الداخلية لمحاولته منع المتظاهرين الاستفتاء على الدستور جاء في عزلة كبرى للمنقلب الشهيد الطبيب عبدالله الأحمد في مدينة جنين رمز للمقاومة والمواطنة الحقة والانتماء وروح الطب الفداء وهذا العدوان الصهيوني لا علاج له إلا ما وصفه الدكتور عبدالله الأحمد عبدالله الأحمد طبيب وجد أنه علنة السرطان الصهيوني ما إلها علاج إلا الرجاج فقام عالج المريض منتهى البساطة تقبل الله عبدالله الأحمد وأكثر من أمثاله كل علماء الذر المصريين اغتالتهم إسرائيل كلهم فهل نجح الأعراب في استياد أحد علماء الذر الإسرائيليين قطعا لا فلماذا قال يا أخي عندهم استخبارات عندهم استخبارات لا إله إلا الله طيبة ما عندنا أجهزة وتأخذ مواجرات ضخمة جدا والنتائج صفر نصبي الله ونعمل وكيل لأن جهدنا منصب على تتبع الشعب شو قال شو حكي شو لقصده شو موراء الكلام لا أدري ما الذي في رؤوسهم قول يا باصد نيوزويك مجلة معروفة بتقول عمر سليمان يملك الوثائق والمستندات اللي كان يمكن أن تسوق مبارك وعائلته إلى حبل المشنقة 970 مليون شخص وفهمها بقى معرضون لخطر الجوع في العالم يعني سبع سكان هذا الكوكب المريخ على بعد 217 مليون كيلو صور فضائية تثبت أنه كان هناك حياة على المريخ جفاف الأنهار في أوروبا وسيول جارفة في باكستان نتكلم عن هذا الموضوع وباقي الملف بدوا حلقتين بالراحة وعندنا ثلاث كتب مثل ما قلنا سنعرض بواحد والباقي نعرضوا عرضا عليكم كونوا معنا في الوسطى التالث والأخير أيها العزاء مرحبا بكم اشتركوا في القناة إخواننا مشاهدين أخواتنا مشاهداتنا مرحبا بكم في القناة الثالث والأخيرة يعني بقى عندي عشرات الأوراق والوقت مفيش عشرات ودقائق معدودة المهم تكلمنا عن عنوان جفاف الأنهار في أوروبا وسيول جارفة في باكستان يعني باكستان كان أمطار يعني ها أوروبا كانت سيول الآن عكسة الآية التغير المناخي بل الانقلاب المناخي أصبح يهدد العالم كله ويجتاح البشرية من شرقها إلى غربها فمتى يرشد الإنسان في تعامله مع البيئة والطبيعة والكون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس إنها القارة الأوروبية أم الأنهار أم الأنهار الآن هذه الأنهار تعاني حالة جفاف بل أسوأ حالة جفاف على مدار خمس سنين لا يا أخ خمسين سنة لا يا أخ خمسمائة سنة مش أنا اللي بقول الإعلام بتاعهم هو اللي بيقول جفاف الأنهار ممرش من خمسمائة سنة يا الله صحف أوروبية بتقول جفاف الأنهار يلحق خسائر باقتصاديات أوروبا ويهدد الأمن الغذائي للشعوب تحتاج القارة العجوز إلى يعني إسعافات مما يجتاحها من تغير مناخي وجفاف أدى إلى انخفاض مستوى المياه في عدد من البحيرات والأنهار بوتيرة تهدد إمدادات الغذاء والطاقة نظرا لتجاوز تهديد الجفاف لمناسيب مياه الري والشرب والشحن النهري يعني سفن ماشى في الأنهار جفة الأنهار ما في شحن نهري نقل يعني إلى جفاف الأراضي الزراعية مما يزعزع أمن الشعوب الأوروبية الغذائي ويثير المخاوف من اندلاع موجات غضب شعبية جامحة تصب هولى غضبها جامى غضبها على الأخضر واليابس وعندما تجف الأنهار في وسط أوروبا فإنها تكشف عن نوع من علامات انخفاض المياه خاصة بهذا الجزء من العالم وهو ما يسمى هنغرستون وش هذا؟ حجر الجوع أحجار الجوع يا الله أي نعم كان الواحد منا بمئة من بني صهيون والآن هم بالمعادلة الجديدة واحدهم مقابل مئة ولو سألنا الأعاريب لمن قلبت المعادلات ماذا يقولون؟ هل لهم دور في انتكاسة الواقع العربي أم هم برئون مطلقا من أي تبعاء لا يتحملون أي مسئولية من همه؟ همه ولماذا لم نسمع تعليقا من جهات رسمية عربية على اقتحامات الصهاينة كل يوم اقتحام للأقصى كل يوم اسمعت دولة عربية رسمية تكلمت؟ لا طب ليه يا عربان بتجاملوا إسرائيل ولا وشهوا العكاية؟ مش فهم فهمينوا الأقصى لهم؟ فهمونا من أنتم؟ من أنت؟ أنا مواطن غلبان يا أبو هل اكتفيتم بأنه قامت للفلسطينيين دولة ورئيس وكفى الله إياكم المسئوليات إحنا رفعنا إيدينا صار لفلسطين دولة ورئيس ومجلس وزراء وزراء وانتم خير من يعلم أنه لا دولة ولا رئيس وإنما صور وأشكال بلا حقائق يعيل أو يئيل إلها تعبيرين ابنة موشي ديان قصاصة لها قصة بعنوان طوبى للخائفين تروي من خلال عائلة عفري الذي يمثل الصهيون الحديث مستعمر الأرض لابنه الفتى نمرود وقد عرف أنه يتردد على الكنيس فيقول عفري لابنه حين كنا في روسيا كان لابد من إضاعة التلمود والمحافظة على الدين أما الآن فقد أصبح لنا شيء أهم الأرض الدين استخدمنا لنأخذ الأرض الآن أخذنا الأرض مش بحاجة للدين تركت في روسيا كل ما يتعلق به ووجدت هنا ربا جديدا يا الله هذا الرب الجديد هو خصب الأرض امسك هذا التراب هذا هو ربك الجديد يعلق جورجي كنعان فيقول هذه الفقرة الكافرة تفتح نافذة على الجادر الأعمق والأخفة في الفكر الصهيوني ملاحدة متدينون في الظاهر يبدون أنهم على دين وكتاب ومنهاج والرب قال والوعد الرب بيستخدموا كلام الرب وهم كفرة والقرآن حدثنا عن هذا وينقوا الكلام بنغوريون ما يربط اليهود ليس الدين اليهودي فاليهود الملحدون يهود أيضا وليس العرق فهم ليسوا من عرق واحد وليس اللغة فهم يجهلونها وتكاد تكون لغة متحجرة ولكن رؤية الأعودة إلى أرض الميعاد كم ابتلع الحبر البحر من العرب نتيجة فساد الأحوال فساد الأموال أحوال يوم الجمعة يوم الجمعة 22 تسعة 22 ابتلع البحر عشرات كثيرة تجاوزت السبعين فيضانات تشتاح منطقة بوعريريج بالجزائر البورصة المصرية تخسر أكثر من خمسين مليار جنيه آه حلاوة خدعوها بقولهم حسناء وإن كانت دولة ليست كما نشاء والخليفة العباسي خليفة في قفص بين وصيف وبغى يردد القول خلفهم كما تقول الببغى وين هذا معرفش الأسد يغزو الخليج العربي بالمخدرات مثل ما بيغزو الأردن بالمخدرات اعترفنا بالأسد فتحنا صفحة من الأسد هلا هلا بالأسد هلا هلا بالأسد وصار يبعثنا عسكروا بالمخدرات كي بتقول غير كي بتقول ها ها صار يجيب لهون وبينه وبينه المعارك بالرشاشات يا أخي ايه ايه ما شاء الله جيش الأردن ورجال الأمن في صدام دائم مع مهربيل المخدرات أنفسهم من رجال الأسد خمسين بالمئة من شعب اليمن تحت خط الفقر بقطع النظر عمن يحارب يحارب من هل فكر أحدهم بشعب اليمن بدل العمن على شطب اليمن الأرض والشعب العالم يعمل على شطب اليمن ولا يفكر بشعب اليمن مساعدة وزير الخارجية الأمريكية مقتل الفتاة الإيرانية ما سأميني أمر صادم لنا جميعا ابتشي ابتشي ومقتل شيرين أبو عاق ليا ناطقة أمريكا على يد دلوا عدكم إسرائيل ليس أمرا صادما لكم جميعا ولا بالمفرق العواطف الباردة الكاذبة توافيكم وتواتيكم أحيانا وتغيبوا عنكم غالبا خاصة فيما يتعلق بجرام بنتكم إسرائيل بحق شعبنا الفلسطيني إيران لن تحكم العراق شعار مظاهرات بغداد نص مساحة باكستان غطتها مياه الفيضانات ظهر الفساد في الباري والبحر بما كسبت بأيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون أربع شهداء وعشر قتلى لجنين باختقام الصهاين لجنين ومخيمها والإعلام والعالم كله يفسر هذا بأنه دفاع مشروع عن النفس فماذا تسمونه لو أن المخيم رده بقتل أربع جنود وجرح عشر جنود إسرائيليين اقتحموا مخيمهم شو بتسموه الإرهام طبعا الإعصار إيان يضرب فلوريدا وشرد مليونين من الناس وما كان ربه كنسية انتخاب رئيس للعراق يصوت الانتخاب رئيس الجمهورية مجلس النواب اللي هو الشعب اللي ينتخب مش مجلس نواب كلهم مضمونين بحسوا بين حسابهم فولماذا لا يكون الانتخاب من قبل الشعب وإيان يكون في العراق فيه أزمة عميقة يغرق فيها يعني الكثيرون حضر اتجاه الحجاب في كثير من شركات مصر ممنوع ارتداء الحجاب بدنا شد دين مختصر الكلام نكتفي بهذا القدر يعني باقي كثير جدا كما ترى الملف ما قطعناش نص نلتقي مع باقي الملف لكن الآن ناخد جولة مع الكتب أيها الكرام هذا الدكتور عبد المعيني الحميد المعيني فلسطين تنسج نهار السنين في شعر حبيب الصائغ شاعر اماراتي جمال الرؤية وصلني قبل الحلقة بنصف ساعة تقريبا وهذا الاهداء على الكتاب من المؤلف سنعرف به في حلقة قادمة ان شاء الله هذا مذكرات جلوب باشا قرأته لكن سأعرف به في الحلقة القادمة ان شاء الله ومن بعده مذكرات علي عزة بيقوفيتش بهذا الحجم نقرأ من أجل أن يعني هذا جلوب باشا حكم العراق والأردن سكت هذا التاريخ يا بوي هنريكي سينجر أقرأ عليك بعض ما كتبت من خرائط عن هذا التعلب المجرم بكي جدا شيطان الكتاب من تأليف منصور عبد الحكيم عبد الحكيم مش عنه هنريكي سينجر هو عنه ومنه يعني هو جامع كلام كي سينجر وعمله دراسة منصور عبد الحكيم مما تكلم عنه الكتاب الحديقة البوهيمية بوهيميان غاردن أو النادي البوهيمي بوهيميان غروف النادي البوهيمي كي سينجر والبستان السري الشيطاني هذا البستان على بعد ثمانين مايل مئة وعشرين كيلو يعني شمال سان فرانسيسكو مما تكلم عنه الكتاب مثل ما قلت أنهم ماسون كلهم فريميسون ويشعلون نارا ضخمة يطوفون حولها طقوس شركية ويعبدون البومة 12 متر صنم تمثال البومة يطوفون حول البومة ويطوفون حول النار ويتعرون ورؤساء بوشي الأب وبوشي الإبن وريقا وفورد لما كان موجود وكي سينجر وما تعدش وكارتر وما تعدش وشذوذ إلى الكتاب يقول شي مقرف الماسونية العالمية يعبدون البومة وفي الحديقة تمثالها مثل ما قلنا وعبادة الشيطان والشذوذ من الحضور بوشان الأب والابن بوشي الأب وبوشي الإبن وأوباما وكارتر ونيكسون نادي نخبوي لمن تطبق أو تنطبق عليهم الشروط وهي أن يكون في أعلى المراكز وصل على الأقل نائب رئيس يعني أوفر فوق فوق أو أن يكون ماسونيا متمولا وصاحب شبكة اتصالات واسعة هذه الخارطة الأولى ماذا في الخارطة الثانية النظام العالمي الجديد كما يعرضه كتاب هنري كي سينجر وهذا بدوره ينقل عن كتاب جون كولمان لما تسمع كلمة مان كولمان آيخمان يهودي تسعة بالعشرة التسلسل الهرمي المتآمرون يقول كولمان عن مقصد وغرض لجنة الثلاثمائة عالم واحد وحكومة واحدة ونظامها النقضي تحت الرقابة الدائمة وحكومة وراثية غير منتخبة هذول المتمونون عائلة غولدبرغ وروكفيلر وهالأشكال هاي هي حكومة خفية ووراثية يعني مات روكفيلر الأب بيجي جون روكفيلر الأبن مثلا مات جون الأبن بيجي الحفيد واحد ورواحد بيتحكموا في العالم حنشوف تم بناء هذا النظام على شكل النظام الإقطاعي كما كان في العصور الوسطى بيقول عالم واحد سيكون عدد السكان فيه ثابتا ومحددا بسبب القيود والله يا إخواننا قبل يعني مطلع القرن هذا 2000 2001 أول القرن كان مسموح لنا نسيح في الأرض أمريكا وغير أوروبا الآن أوفر ولا بلد بيسمح لك المهم أقرأ فيه كتاب أنه يجب أن يظل على الأرض ثلاثة مليار ثلاثة مليار نخلص لأنه الأرض مثقلة صار الوزن أوفر لون لابد من الخلاص من نصف ما على الكرة الأرضية هذا الكلام مثل ما قلت من مطلع القرن قرأته يعلم الله إذن حكومة واحدة الخلاصة نختصر كيسينجر ينسب كل سلبيات النظام العربي إلى الإسلام ليش في العالم العربي زفت حاله يقول الإسلام هو السبب كيسينجر لك أنتوا اللي صنعتوا العالم العربي أنتوا اللي صنعتوا لانحراف والانحطاط والتبعية لكم والبريطانية من قبلكم كيسينجر يخرب بيتك يدافع عن العالم العربي الموجود الواقع الموجود بأن مسؤوليه كانوا يسعون إلى نقل بلدانهم إلى الديمقراطي بالتدريج صار لكم مئة سنة في الحكم ادرجتوا لما ما ادرجتوا قال لسه ما درجنا إذن ما بدهم درجوهم يا قيو ودرج يا غزالي لن تقوم في العالم العربي ديمقراطية بأمر الأسياد لا ديمقراطي أحسن يطلع لبكرة إسلامي مثل ما طلعت مرسي لا يا رحمك ما اسمح لكوش مفهوم والله فاهمين من فضل الله عارفين لأول مرة دهمين قلون بالتدريج خطوة خطوة يستب شاطرين دا دي يلا يلا ودا دي يا ما شاء شعوبنا أطفال احنا احنا بدنا نمسي درجة درجة سنة سنة ايش هطر يا صغو يا شطر يا صغير انت مشي خطوة خطية ماما تفسرنا مئة سنة ما بلغنا سنة الرجل لسه مقال للي الساب تقوم كمان مئة سنة نحيط علما بهذه الإرادة والتدرج شكرا لكيسينجر يعني احنا بنراقبهم ونحيط علما بهذا التدريج يا ولد قالوا لتقرب من الديمقراطة ويكسر رجلكم هذه عباراته حتى لا نتقول عليه الإسلاميون أعداء الصيغة الحضارية كيسينجر فهمنا شو الصيغة الحضارية التي أقامها الغرب وهم أي الإسلاميون يتحملوا خطرا كبيرا من المسؤولية فقد استفادوا من الربيع العربي كأنهم لم يكونوا صناع وانا اللي بقوله كأنهم لم يكونوا هما اللي صناعوا الربيع العربي الإسلاميون بقول هو ليحلوا محل قادته الذين ينتمي معظمه من الطبق المتوسط المتطلعة إلى مزيد من الحرية والديمقراطية والمنطلقة نحو أهدام للخلاصة على الطريقة الغربية ديمقراطية على الطريقة الغربية لكنهم افتقروا إلى التنظيم والقاعدة الشعبية وسائل الحكم عندئذ وجدت الولايات المتحدة نفسها إذا معضل التوفيق بين مصالحها والقيام الديمقراطية التي تحملها وتعمل على تسويقها يعني إحنا وجدنا في معضلة يعني الشعب بدوش الديمقراطية الحكام بدهم الديمقراطية كيسينجرن قلت لقيتنا ولا كامي الشعب يبتش على الديمقراطية أنتم مش عاوزين تعطوه أنتم الحكام اللي نصبتون وقال عن سوريا والعراق إنها دول مصطنعة خلقها الفرنسيون سنة عشرين وتسعمائة وألف كما فعل البريطانيون في مناطق أخرى بهدف تسهيل السيطرة عليها لاحقا ماذا في الخارطة الأخرى المسلمون العالميون كما أرادهم ربهم والمنبوذون الصهيونيون وما يخططون هم والمجرمون من القوى الكبرى ويرسمون ملامح نظام عالمي جديد لا وجود فيه إلا لأمريكا وإسرائيل كيف ينظر كيسينجر إلى دول العالم العربي قال عن الشرق الأوسط بالطاءة والمقصود بالكلمة العالم العربي قال إنه في الشرق الأوسط تآكلت الدول من الإهمان وتحولت إلى صراعات طائفية وعرقية وتفاقمت هذه الصراعات بسبب قوى خارجية كيسينجر منت وراها أنت والصهيونية العالمية والماسونية لتنخرنا نخر من الداخل والخارج هو شخصية من أهم أسباب هذه الصراعات ولم يتكلم كلمة واحدة عن أهمية الحرية والديمقراطية في هذه الدول اللي هم صنعوها وأمروها بأن تظل متخلفة ولا ديمقراطية نحاول أن نخلص من الخرائط تحملونا دقيقتين بالعدد هذه خارطة أخرى بمقول فيها هذا ملخص كتاب قراءة مثل ما قلت ذلك كلمة كلمة يقول في صفحة 121 الفرق الأساسي بين حرب بياتنام وحرب العراق هو أن الأولى كانت آخر معركة من معارك الحرب الباردة بينما الثانية معركة من معارك الحرب على الإسلام الراديكالي مضيفا بأن حرب بياتنام ترتبط بالصراع الجيوسياسي في حين أن حرب العراق تصنف ضمن صدام الأيديولوجيات فاهم يا أخويا أنتويا احترامنا لكم حرب على إسلامكم يا أبويا هو أقول إسلام راديكالي وشو الإسلام الحقيقي فهمونا يعني مثل بعض بلدانكم اللي كانت تابعي لكم وباسم الإسلام تابعي لكم فهموني من أنت؟ مواطن مواطن ومين بعترف فيك؟ قلنا له ولا أحد سوء أسكت ثم أنا ساكد أحمد الساكد طول عمري تعريف بكتاب هنريكي سينجر عراب النظام العالمي الجديد ومهندس شرعية القوة والفوضى 264 صفحات طبعة أولى سنة 2018 26 لـ 30 يهودية هتلر آها خطير جدا هذا 26 يا ليت انتبهنا من أول الوقت 26 مختصر الكلام هتلر يهودي مختصر الكلام لا إله إلا الله أبا إن شاء الله أقب ويايا في حلقة خادمة أغرى لك بالنص أنه هتلر لما فحصوا الجينات وجدوا أنه يعني هذه الجينات لا تكون إلا في اليهود وإذ جدوا الأعلى يا أخ من الذاكرة مش من القراءة أيوة معتد على خدامة اللي هو من أدولف الأولاية ولا إسمه لا إله إلا الله خلص عرام من الكتاب معتد على الخدامة خلفت جد هتلر يعني أبو أدولف جدوا بعدين أبوه بعدين خلفوا هتلر بتحليل الجينات مثل ما قلت قالوا هذه لا تكون إلا في جينات اليهود فهتلر اللي عمل المذابع مدربين ضد اليهود هم قالوا اليهود نضحي ببعضنا من أجل مصلحة كلنا إخواننا أعزائنا أهلنا وفي هذا البلد الطيب ونخص المرابطين حماكم الله كما تحمون مسر النبي صلى الله عليه وسلم شعبنا أهلنا ثباتا على هذا الدين مقاومة حتى النصر إن شاء الله إلى الملتقى بكم ودائما نستودعكم الله حياكم الله السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة